كما تلقى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العالمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي برقيتين تهنية بمناسبة عيد الأضحى من مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين عادل الصقر ومدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو الدكتور سالم المالك أعربا فيهما لفخامته عن خالص التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للشعب اليمني وللأمتين العربية والإسلامية بالنماء والخير والأمن والسلام